هنعمل بقى مساقها الكدابة عبارة عن بتنجان انا عاملان النهاردة عرائسي او عروسي بفلفل رومي وفلفل قرون فلفل حراء قالتها وبعد كده السوس بتاعي كان تماطم مبشورة خل وتوم التوم الاول شوحته كده في الزيب وبعد كده حطينا الخل وبعد كده حطينا تماطم المبشورة وسبناها لحد ما تسبك وروحنا حطين كده دايما نشايفين البتنجان بكل انواعه المقلي المدور مع المقلي اللي متقطع بالطول اللي هي كده ايه بتبتكت كده بلعيش البلد دي وبتبقى فيها خل وثوم هنعمل ايه هنحط الزيت نحط دلوقتي الثوم بالطريقة دي خلاص اهو ماشي اهو ابتدي بقى ايه احط الخل بالطريقة دي خطيرة يعني الريحة دي ماشي طيب احط بقى الطماطم انا بقى بفضل الصلصة دي بالزيت او المساقعة دي بالزيت تتعمل بطماطم بس ما اعملش فيها خالص اه اه سلصة خالص اهو هخلي الطماطم كده التماطم بتتسبك هسيبها بقى تتسبك وعمل ما اقولوكم مقدير اصلا المساقعة عشان حنعمل المقلي اللي حد ما الطماطم تتسبك عبارة عن ايه بقى بصوا انا برضو عاملاه ملتنجان عروس كده ما قطع قليا بنفس الطريقة دي اهو شايفين مقلي كده او نقطعه ونقليه نقطعه شرايح بالطول ونقليه فيه ده وفيه ده عايزة لوكو ده كمان بيبقى ظريف جدا جدا اللي هو المقلي ده بس هعمل فيه حاجة واحدة بس قبل ما حطه في الطماطم بصوا مش احنا قليناه خلاص هقليناه كده زي ما هو هقطعه بس ايه نصين بس كده بس بالطريقة دي قليناه مش احنا قليناه خلاص هقطعه نصين كده عايزة اقول لكو طعمه خطير بيبقى معسل ولذيذ جدا ماشي اهو نقطعه كده بما ان القشرة دي طلعت نشيلها خلاص انها ايه ممكن تدايقنا في الاكل والفلفل الرومي اهو قليته اللي هو ده بنعمله ازاي بنجيب كده فلفل رومي ونقطعه بالطريقة دي اهو ماشي اهو تمام نضفه كويس قوي من جوه ونقوم مقطعينه كده بالطريقة دي اهو خلاص اهو ونقليه نعمل كده ونقليه قرون الفلفل اللي هي زي دي انا هنا بقى جايبة فلفل احمر فلفل اخضر فاتح فلفل اخضر غامق بيدي الماكس ده بيدي شكل حلو جدا اه للطبق بنعمل ايه بنقطعه برضو كده الناس بقى اللي تحب الحاجة اهو بنقطع كده التلاتة دول اللي هما الالوان هم مختلفة اهو بصوا بصوا معايا الوان هم عاملة ازاي اهو ماشي بنقوم حطينهم كده برضو يتقلوا طيب التماطم كده هققا هي بصوا اتسبكت هبتدي بقى هحط كده ايه الحاجات الجميلة دي اللي عندي اهو هقلل بس ايه فلفلتين من دولا انا عايزاهم وطبعا انا هنا برضو حطى بتنجان دواير كله كله مع بعضو الماكس الجميل ده خلاص بقلب كده هنحط الفلفل وهحط البتنجان بقى اللي انا قطعته انصاص هياخد بقى يشرب من الايه السوس بتاعي عايزا اقول لكم يعني ده لسه كمان لما قلب كل سوس الطماطم جواه وحط بقى ايه خل طيب مسقعة الكدبة بقى بصوا بصوا انا بحطاها بقى ان شاء الله كده تبقى جميلة واللي ياكلها بجد يتبسط عايزا بقى عيش بلدي كنفودني كيبعيش بلدي معنا النهار ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة